لاحظ الصورة التالية تضبح رسم تخطيطي لمكونات الجهاز الهضمي هذا الجهاز الهضمي مرقم من 1 إلى غاية 5 السؤال الأول يقول تعرف على مختلف الأعضاء المشار إليها بالأرقام إذن لنتعرف معا رقم 1 سهل جدا الفم 2 هي المنطقة التي تمر الغذاء من الفم إلى غاية المعدة المارئ 3 3 هي الكيس الذي يهضم الطعام يهضم هضما ميكانيكيا وهضما كيميائيا تمثل في المعدة 4 هي آخر محطة من محطات الهضم وتحدث على مستوها عملية الامتصاص هذه المنطقة تمثل منطقة الأمعاء الدقيقة 5 باللون الأخضر هذه المنطقة على مستوها يتم تجميع مختلف الفضلات التي لا يستفيد منها جسم الإنسان ثم إخراجها عبر فتحة الشرج إذن تمثل المعي الغالب سؤال ثاني ما هو القسم الذي تمثله هذه الأعضاء من الجهاز الهضمي؟ أحيطكم علما أن الجهاز الهضمي مكون من قسمين القسم الأول هو الأنبوب الهضمي والقسم الثاني هو الغدد الملحقة الأنبوب الهضمي هو مختلف المسارات التي يعبرها الغذاء ويهضم على مستوها أما الغدد الملحقة يعني الجزء الثاني يتمثل في الغدد التي لها دور في إفراز العصارات التي تحتوي على مواد كيميائية وتلعب دور في عملية الهضم فرز الأنزيمات باستثناء عصارة واحدة متمثلة في العصارة الصفراوية السؤال نعود إلى السؤال ما هو القسم الذي تمثله هذه الأعضاء من الأنبوب الهضمي؟ 1-2-3-4-5 تمثل الجزء الأول والمسار الذي يعبره الغذاء ويهضم على مستوه تمثل الأنبوب الهضمي الجزء الثاني ما هو؟ الجزء الثاني هو كما قلت الغدد الملحقة موجودة لدينا خمس غدد ملحقة الغدد الملحقة الأولى موجودة على مستوى الفم متمثلة في الغدد اللعابية الغدد الثاني والنوع الثاني الغدد المعدية على مستوى المعدة غدد المعاوية المعي الدقيق وغدد الكبد التي تحتوي على الحواسل الصفراوي والذي ينتجه الصفرا وإضافة إلى غدد البنكرياس التي تفرز العصارة البنكرياسية إذن توجد خمس غدد لها دور في إفراز قماغة العصارات التي تسهل وتهضم مختلف المواد الغذائية السؤال الثالث أخيراً يتوجد على مستوى الفم عصارات هاضمة تفرز مواد كيميائية أجبناها على هذا السؤال قبل قليل يعني أنا أنتهز الفرصة كلما أجد فرصة للشرح أشرح لكم مختلف المعلومات لاسترجاعها العصارة الموجودة على مستوى الفم ما هي؟ يعني عصارة يعني السائل التي تهضم على مستوى الفم ما هي؟ العصارة اللعابية أعطيكم سؤال من عندي ماذا تتضمن هذه العصارة اللعابية؟ أو ما هو الأنزيم الذي تتضمنه؟ تتضمن أنزيم يسمى بأنزيم اللعابين اسمه من مصطلح اللعاب اللعابين كيف يسمى كذلك؟ يسمى أنزيم الأميلاز أي غذاء يخضمه؟ يخضم النشاء يحول النشاء إلى ماذا؟ يحوله إلى سكر ثنائي متمثل في سكر الشعير وما يسمى بي المالتوز هل هذا الأميلاز أو هل على مستوى الفم يهضم غذاء آخر غير النشاء؟ لا إنما يهضم فقط هذا الغذاء محطة الأولى هذه محطة الهضم الأولى متمثلة في الفم يهضم على مستوى النشاء فقط إذن هذه فيما يخص الإجابة المتعلقة بتمنى الأول سأعطيكم الإجابة النموذجية الآن يعني اللي حاب يدير لها كابتورولا إذن سأعطيكم إياها بعد قليل لاحظوا معي التمرين الثاني في أي مستوى من الأمبوب الهضمي أبل قليل ذكرنا الأمبوب الهضمي لابد من تفريق بين الأمبوب الهضمي والجهاز الهضمي يوجد بينهما فرق الجهاز الهضمي ليس هو نفسه الأمبوب الهضمي الجهاز الهضمي عندما ننزع منه الغودد الملحقة أو الغودد الهاضمة كما تسمى كذلك هنا نسميه بالأمبوب الهضمي أعد سؤال في أي مستوى من الأنبوب الهضمي تكون المغذيات قابلة للامتصاص لذلك أعطيتكم فكرة قبل قليل في تمني الأول في الأنبوب الهضمي في أي مستوى يحدث الامتصاص يحدث على مستوى آخر محطة من الهضم المتمثلة في محطة الأمعاء الدقيقة نذكر بمحطات الهضم لابد من معرفتها نقطة أساسية محطة الهضم الأولى متمثلة في الفم البلعوم والماري لا يحدث على مستوى الهضم ثم المحطة الثانية للهضم هي المعدة العفج لا يحدث على مستوى الهضم ثم المحطة التالية هي محطة الأمعاء الدقيقة وهذه المحطة التي يحدث على مستوى الامتصاص ثم فيما يخص المعدة الغاليذ وباقي المكونات يعني مستقيم فتحة الشارج واضح أن هذا الأمر غير متعلق بعملية الهضم إذن أجبنا على السؤال الأول كيف نسمي الناتج النهائي لعملية الهضم؟ ماذا نخطب الناتج النهائي لعملية الهضم؟ يعني هو موجود على مستوى آخر محطة على مستوى الامعاء الدقيقة وهو ناتج النهائي لعملية الهضم يعني هو مجموعة مواد المهضومة يعني التي فككت كلياً هي غير محقدة هي بسيطة للغاية كيف نسمي هذا الناتج الموجود على مستوى الامعاء الدقيقة؟ هذه المواد المهضومة موجودة في سائل كيف يسمى هذا السائل؟ يسمى بي الكيلوس يسمى بي الكيلوس أذكركم أو أنبهكم لشيء ما مثلاً في العيد الأضحى الامعاء الدقيقة للكبش عندما عند فتحها نلاحظ أنه يخرج منها سائل ذلك هو الكيلوس نلاحظ أنه سائل لا توجد به مواد معقدة أو كبيرة إنما هي مواد سائلة سائلة مجزئة بسيطة جداً وسائلة يعني مميهة ذلك هو الكيلوس الكيلوس ويوجد مصطلح آخر مظاهر الكيلوس هو مصطلح الكيموس الكيموس نجده على مستوى المعدة أغضية مهضومة جزئياً ليست بسائل يعني ليست سائلة كلياً مثل الكيلوس الكيموس نجده على مستوى المعدة تذكروا حرف الميم فقط ميم معدة ميم كيموس أما الكيلوس فنجده على مستوى الأمعاء الدقيقة هذا للتفريق بينهما أذكر مكوناته مما يتكون الكيلوس الموجود على مستوى الأمعاء الدقيقة واضح قلت لكم جزئيات بسيطة يتكون من مختلف المغذيات يتكون بما أنه سائل فيه ماء يتكون من أملاح مدنية فيتامينات سكريات بسيطة متمثلة في سكر الجلوكوز سكريات أحادية أحماض أمينية أحماض داسيما جليسيرول وسيليلو سيليلوز هذا السيليلوز هو عبارة عن ألياف الألياف هذه لا تهضم في جسم الإنسان لأن الإنسان لا يحتوي على أنزيم يهضم هذه الألياف هي تساعد فقط على عملية الهضم إذن نلاحظ أن الكيلوس نلاحظ أن الكيلوس يحتوي على مختلف المواد الدقيقة باستثناء هذا السيليلوز هذا السيليلوز سوف يمر نحو الأمعاء الغاليظة ليتم التخلص منه له دور في المساعدة على عملية الهضم نجده عادة في الخضر وبعض الفواكه السؤال التالي قارن بين عمل الأسنان وعمل اللعاب سبق أن وضعت لكم فيديو وضعت فيه جدا دخلنا إلى داخل الفم وفرقت لكم بين الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي قارن بين عمل الأسنان وعمل اللعاب نوع الهضم الذي يحدث بفضل الأسنان هو الهضم بفضل حركة إلى غير ذلك التقطيع إلى غير ذلك هذا يسمى بالهضم الآلي حيث تقوم الأسنان بتقطيع وسحق الأغذية أما بفضل اللعاب اللعاب يسمى ب كما قلت هضم كيميائي لماذا يسمى بالهضم الكيميائي؟ لأنه يحتوي على مواد كيميائية لا يمكن أن أمارك المواد الكيميائية متمثلة في ماذا؟ متمثلة في الأنزيمات التي تقوم بتحليل وتفكيك الأغذية أي غذاء هنا يفكك؟ هو غذاء النشاء على مستوى الفهم لا تحدث فقط على النشاء يوجد من ينطقه النشاء ويوجد من ينطقه النشاء ويوجد من ينطقه النشاء مهم أن المستلح يكون صحيح ومكتوب بطريقة صحيحة سؤال تالي فيما يتمثل الهضم الآلي للمعدة؟ كذلك هذا ذكرته في فيديو سابق لمن أراد أن يفرق بين أنواع الهضم فليعود إلى مراجعة الهضم فيديو باسم مراجعة الهضم للسنة الرابعة متوسط في ماذا؟ أو نعيد السؤال فيما يتمثل الهضم الآلي للمعدة؟ كيف يتم؟ أوضحت ذلك من خلال فيديو في المعدة في جدران المعدة تتحرك تنقبض وتنبسط يتمثل الهضم الآلي للمعدة في عملية خلط الأغذية الموجودة بداخلها بعصاراتها عن طريق تقلصات عضلات جدرانها يعني المعدة قلت أنها تفرز العصارة المعدية والذي يساعد على خلط الغذاء بتلك العصارة هو حركة جدران المعدة فالمعدة تتحرك بهذا تساعد على الخلط في نفس الوقت هذه الحركة تساعد على كذلك على عملية تفكيك الأغذية السؤال الخامس سمي الأنزيمات الهضمة التي تؤثر على الغناص الغذائية الآتية النشاء البروتين المالتوز متعدد الببتيد إضافة إلى الدسم هنا سنعطي الأنزيمات ونعطي في نفس الوقت نواتج الهضم لاحظ الجدول التالي النشاء يهضم النشاء هذا قلت أنه يفكك في أول محطة متمثلة في الفم الأنزيم تحدثنا عنه متمثل في أنزيم الأميلاز يفكك النشاء إلى سكر ثنائي المتمثل في سكر المالتوز أو سكر الشعير لا يفكك نهائيا إلى آخر وحدة إنما يفكك إلى سكر ثنائي البروتين البروتين يفكك على مستوى المحطة الثانية يعني أول محطة مفككة له متمثلة في محطة المعدة يفكك بفضل الأنزيم البروتياز يفككه لا يفككه إلى ناتج نهائي إنما إلى سلاسل لا هي بالطويلة ولا هي بالوحدات المبساطة متمثلة في الأحماض الآمينية هي سلاسل مجزعة وسطية يسمى بمتعدد البيبتيد ثم المالتوز يعني الذي ننتج على مستوى الفم أين سيتم هضمه أو أين سيكمل هضمه سيكمل هضمه على مستوى آخر محطة لاحظوا كل الأغذية ستهضم على مستوى المعدة سواء التي لم تهضم سواء هضمت جزئيا على مستوى الفم أو على مستوى الأمعاء الدقيقة أحيانا يحدث لنا أننا نأكل قطعة خبز لكننا نقوم ببلعها دون أن تهضم إذن هل ستبقى على حالها لا إنما ستهضمه سيجد النشاء هذا الذي لم يفكك على مستوى الفم يجد الأنزيم الأميلاز ينتظره على مستوى المعدة الدقيق وبالتالي كل الأمعاء الدقيقة نغانية بمختلف أنواع الأنزيمات التي تهضم كل الأغذية المفككة كليا أعفو أن المفككة جزئيا أو غير المفككة المالتوز يفكك المالتوز إلى يعني هو سكر ثنائي يفككه إلى سكر بسيط بحدة واحدة وهي سكر العينة بوجر وقوز هذا الذي يستفيد منه الجسم ثم متعدد البيبتيد الناتج لتتذكروا الناتج على مستوى المعدة هذا من يفككه أنزيم بروتياز 2 إذن بروتياز 1 يفكك البروتين إلى متعدد البيبتيد ومتعدد البيبتيد يفكك بفضل بروتياز 2 إلى وحدة بسيطة الآن متمثلة في الأحماض الأمينية لا يمكن أن تفكك الأحماض الأمينية هي أبسط ما يمكن أن يكون من البروتينات والدسم دسم هي جزئات ضخمة صعبة التفكيك ما الذي يساعد على تفكيك الدسم هو أنزيم الليباز كذلك توجد عصارة تساعد على هضم على تفكيك الدسم بما أن الدسم صعبة التفكيك هي العصارة الصفراوية العصارة الصفراوية لا تحتوي على أنزيمات لكن توفر الوسط الذي يساعد على تفكيك هذه الجزئات من جزئات ضخمة إلى جزئات صغيرة نوعا ما نقول عنها أنها مستحلبات وتفكك الدسم في النهاية إلى أحماض دسيمة وغليسيرول وهي الإجابة النموذجية من أراد أن يعتمدها أو من أراد أن يكتبها لتثبيت هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر